فكرة المأخذات عن الأدب أيها لكن هي الصورة ليس فقط الصورة السينمائية أو الصورة على الشاشة الصورة بكل تجلياتها الحديثة أو اللعنة اللعنة بناشى أنا أظن لها تأثير كبير جدا والوعي باستخدام الصورة مثلا في أوروبا هناك وعي يعني الاستخدام محدد أو يعني ليس بهذه الكسافة الموجودة في في هذه البلاد أيضا فهناك إقبال كبير مثلا على القراءة يعني أنا بالفعل شفت أو ندوات أمسيات شعرية في قرى صغيرة فيها مئات وإنه كيف يذهب هذا الإنسان البسيط ليدفع ثمن سماع شاعر هو ما يعرفوش يعني أول مرة يعني يلتقي به وهكذا في متغيرات عديدة حصلت في المجتمع المصري من السبعينات وحتى وقتنا هذا يعني جعلت أنه في تراجع إلى حد ما في القراءة يعني ليس اليوم أو غدا أو من سنوات لا هو من يعني ربما نقول يعني من التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي حصلت في المجتمع المصري كان لها تأثير كبير جدا على 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 الثقافة أيضا يعني طبعا لا تأثير تأثيرات أخرى لكن على الثقافة أيضا يعني يعني أنا أرى أنه الشعر ضرورة طول الوقت لكن حتى لو بدى خافتا في 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 لحظات أو في فترات إلا أنه وجوده زي ما قلت فيه تجليات أخرى وبعدين لا تنسى أنه لم يعد هناك أنه فيه شاعر زي ما كان فيه أحمد شوقي أو زي ما كان فيه أحمد المجتمع لن يستقبل هذا النجم أو هذا الشاعر أو حتى ما كان يحدث من قبل المجتمع نفسه تغير لكن هذا لا يمنع يعني صيغة وجود الشاعر نفسها نمكن نوع أو قصيدة النثر اللي هي القصيدة التي تخلو من الوزن ربما كان لها تأثير على تراجع الجماهيرية وليس تراجع تراجع الشاعر يعني نحن ما زلت أذكر في تسعينات القرن الماضي كنا نذهب إلى معرض الكتاب ونستمع بالمئات إلى النزار قباني مثلا هذا الرجل إلى النزار قباني وإلى محمود درويش وإلى آخرين وإلى أحمد عبد الموطح جازي وإلى عبد الرحمن الأبنودي كانت مئات بالفعل يعني كان فيه زخم كبير جدا وفيه إقبال شديد جدا من شرائح مختلفة على هؤلاء الشعراء يعني ليس من مش من زمن بعيد لكن هو المجتمع تغير وفيه تحولات عديدة جدا تحتاج إلى دراسات طبعا من الطرفين يعني تغير الجمهور وتغير في أساليب الكتاب مهم ده كلاهما تغير في الجمهور وتغير في أساليب الكتاب ده يعني يحتاج إلى تغير الجمهور أظن كلنا نقدر نلمسه لأنه التغيرات الاجتماعية والاقتصادية ملموسة من تقريبا منتصف السابعين لا يعني مئتين وسبعين تقريبا والحد وقت قريب جدا أنه حصل متغيرات اجتماعية كانت شادت الصعوبة وقدت إلى نتائج شادت السلبية مش مختلفين أظن على ده هو جزء من من تغير المجتمع بس موحدة المجتمع الأوروبي لم يعد يستطيع استقبال حجمة مثلا زي تي اس إليوت لكن لا عنده بيستقبله مش هيستقبل تي اس إليوت بس هناك أجيال بعد تي اس إليوت استمرت زي أودون يعني لا فيه كتير لكن مش بنفس حجمة السئلت وهم تمردوا عليه هم شايفين أن هذا الرجل شايف أن العالم الويست لاند الأرض الخراب لا هو الأمور اتغيرت لكن ظل يستقبل الشعر بشكل حتى وقتنا هذا بيستقبله بشكل يعني مختلف يعني بشكل فيه يعني قبول شديد جدا يمكن حضرتك بتقول أنه فيه تغير حصل وإحنا اتفقنا أنه فيه تغير حصل من السبعينة